هل فعلاً جزي جوميز مش مقتنع بياسر حمد؟ لا ما حصلش جزي جوميز طلب رحيلي ياسر حمد مش فكرة مقتنع لا هو طلب رحيله وبالفعل مش مقتنع خالص لدرجة انه هو طلب رحيلي انا بقوللك يا كريم ان ياسر حمد مقدرش ان هو يثبت لجزي جوميز اي شيء مميز مقدرش يخلي جزي جوميز يقتنع بيه لان جزي جوميز عايز مدافع يلعب كرة يبني هجمة كويسة وعشان كده لسه دلوقتي الزمالك بيوظف حمزة المسلوسة في مركز قلب الدفاع جزي جومز أول لعب طلب أنه هو ما يبقاش موجود هو ياسر حمد والحقيقة الزمالك في الوقت الحالي بيتحرك أنه هو يلاقي عرض الياسر حمد قبل ما يلعب من غير ما يلعب أصلا لأنه هو مش مقتنع تماما ومعاوني مأكدين الجزئية دي أن ياسر حمد مش مناسب لطريقة لعب جزي جومز بالمناسبة هو ممكن يكون كويس في المصري ولكن الراجل بيقول أنه هو مش مناسب لطريقة لعبي مش هيقدر يبني لهجمة من تحت كل المفيد بالنسبة لي الرأسيات وأنا عندي حسام عب مجيد بيعملي النقطة دي وبالتالي ياسر حمد خارج نادي الزمال